قصة اليوم عن الصحابي الجليل الزبير بن العوام رضي الله عنه ومعه خمس آلاف ملك على نفس صورته وهيئته في معركة بدر هل تعلمون أنه كان أشرف الناس نسبه؟ إنه الصحابي الزبير بن العوام فكان ابن عمتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمته أخت أبيه هي السيدة خديجة رضي الله عنها وزوجته بنت الصديق وأخت السيدة عائشة أم المؤمنين هي أسماء بنت أبي بكر وخاله حمزة بن عبد المطلب وابن خاله علي بن أبي طالب وابن خاله الآخر عبد الله بن عباس هل تعلمون أنه أسلم في الثانية عشر من عمره؟ وكان من السبعة الأوائل في الإسلام هل تعلمون أنه أول من سل سيفا في سبيل الله؟ وهل تعلمون أنه كان من أمهر وأفضل الفرسان في زمانه؟ وكان لا يجاريه في الفروسية إلا خالد بن الوليد فقد كان الوحيدين الذين يقاتلان بسيفين ويقودان الخيل برجلهما وهل تعلمون أنه كان من الستة أصحاب الشورى الذين عاهد عمر إلى أحدهم بشؤون الخلافة من بعده؟ فإذا اجتمع هذا الشرف كله في إنسان واحد فعلم أنك تتحدث عن بطل واحد فقط إنك تتحدث عن البطل المقدام والفارس الهمام إنك تتحدث عن حواري خير الأنام إنك تتحدث عن الزبير بن العوام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حواريا وحواري الزبير والحواري هو الناصر أي أنه ناصر النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أردت أن تعرف لماذا نزل جبريل عليه السلام والملائكة في صورته وهيئته ولماذا كان حواريا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فارجع معي إلى السنوات الأولى من البعثة النبوية الشريفة وانتقل بروحك إلى مكة المكرمة وهناك في شوارعها يرى الناس غلاما صغيرا يمد الخطى شاهرا سيفه والشرر يقدح من عينيه وكأنه شبل ليث مفترس فيتعجب الناس من أمر هذا الفتى الصغير المشهر سيفه أمامه وكأنه كتيبة كاملة من الأبطال فيصيح الناس بدهشة بالغة الغلام مع السيف الغلام مع السيف وبينما هذا الغلام يمد قطاه في شوارع مكة وإذا بالرسول يراه في هذه الهيئة العجيبة فيسأله بعجب ما لك يا زبير فيرتشف الفتى الصغير من أنفاسه ما ينعيش به روحه ويقول سمعت يا رسول الله أنك أخذت وقتلت فينظر الرسول صلى الله عليه وسلم بحنان إلى عينيه الصغيرتين ويقول له فماذا كنت صانعا فيقول الزبير بن العوام بكل حزم جئت لأضرب بسيفي من أخذك ومن شوارع مكة إلى ضواحي المدينة وهناك عند جبل أحد هناك تحت شمس الصحراء القاحل عند بدء المعركة وقبل أن يلتحم الجيشان وقف مارد ضخم هو أعظم فارس في جيش الكفار اسمه طلحة بن أبي طلحة العبدري الذي كان يطلق عليه لقب كابش الكتيبة لشدة بأسه وضراوات قتاله فتقدم هذا الوحش البشري راكبا جملا ضخما وحاملا راية المشركين في يده وهو ينادي في المسلمين فتقدم هذا الوحش البشري راكبا على جمال ضخم وحاملا راية المشركين في يده وهو ينادي في المسلمين طالبا رجلا منهم ليبارزه عندها برزب بين الكثبان الصحراء القاحلة وأشعة الشمس الملتهبة هناك من بين شباب محمد انبثق من بين أسنة السيوف اللامعة ورؤوس الرماح الشامخة شاب مفتول العضلات طويل القامة عريض الكتفين يمد الخطى بكل ثقة باتجاه كبش الكتيبة وكأنه البرق الخاطف إنه هو هو ذلك الغلام الصغير الذي حمل سيفه قبل عدة سنوات ليذود به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه البطل الزبيرون العوام فلما صار هذا البطل أمام الجمل الضخم قفز الزبير فوق الجمل كالفهد الجارح وجذب بذراعيه القويتين الجمل وصاحبه نحو الأرض وبرك فوق كبش الكتيبة حتى قتله وجز رأسه جزة ليجعل من صاحبها جسدا بلا رأس عندها نثر رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه بكل فخر واعتزاز فرفع صوته ونادى الله أكبر ومن غزوة أحد نتجه شبالا من المدينة المنورة حتى نصل إلى اليرموك في بلاد الشام هناك يتعجب الروم من فارس منثم يتقدم وحده بفرسه قبل بدء المعركة كالسقر الكاسر ليخترق جيش الرومان بفرسه وفي يده اليمنى سيف وفي يده اليسرى سيف آخر يحارب بهما معا لتتطاير رؤوس الروم عن اليمين وعن الشمال لقد كان هذا الفارس الملثم هو الزبير بن العوام ومن الشام إلى مصر هناك في قلب مصر تحصن الروم في حصن بابليون المنيع لمدة سبعة أشهر عجز فيها جيش عمر بن العاص من إحداث أي اختراق فيه عندها قرر الفاروق عمر أن يحل هذه المشكلة فأرسل إلى عمر مددا يحتوي على رجال المهمات الصعبة في الجيش الإسلامي ومن بينهم الزبير بن العوام فما إن وصل الزبير حصن بابليون حتى تفاجأ الروم بفارس عظيم البنيان مفتول العضلات يتسلق الحصن كأنه مارد يشق الأسوار شقا بيديه وما هي إلا ثوان معدودة حتى أصبح ذلك العملاق الإسلامي فوق أعلى نقطة في الحصن وعند هذه اللعظة رفع هذا المغامر المقدام سيفه في عنان السماء وصاح بصوت زلزل الأرض كهزيم الرعد الله أكبر لقد كان هذا العملاق ونفسه ذلك الرجل الذي نزل جبريل عظيم الملائكة بهيئته لقد كان هذا البطل هو حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه البطل الإسلامي العملاق الزبير ابن العوام رضي الله عنه ثم انحذر الزبير ومنعه إلى داخل الحصن وعمد الزبير إلى باب الحصن المغلق من الداخل ففتحه واقتحمه المسلمون من الخارج لقد كانت هذه السطور غيضا من فيض لأسطورة حقيقية وفارس حقيقي اسمه الزبير ابن العوام هذا الفارس العملاق هو البطل الذي ينبغي لشبابنا أن يقتدوا به ويدرسوا سيرته فلقد انتهى زمان التبعية وآن الأوان لشباب هذه الأمة أن يعرفوا أبطالهم حق المعرفة